عالم الطغيان اليهودي الأمريكي الغربي على فلسطين وبلاد العرب والمسلمين في ظل التواطؤ والخذلان العالمي هناك حرب دائرة الآن على مدى أكثر من أربعة أشهر والتي يشنها الاحتلال اليهودي الصهيوني الأمريكي الغربي وحلفاؤهم على قطاع غزة المحاصر وفلسطين المحتلة منذ أكثر من 75 عاما هذه الحرب هي حرب إبادة لشعب فلسطين وتدمير لدولة فلسطين وإذا استمرت هذه الحرب عدة أشهر أخرى ستكون هناك إبادة كاملة لقطاع غزة حيث أن عدد سكان قطاع غزة قبل حرب الإبادة التي يشنها العداء كان يقترب من 2.5 مليون فلسطيني وعدد النازحين في مخيمات الإيواء الآن في فرفح كما يقولون مليون ونصف فلسطيني وهذا يدل على أن هناك ما يقرب من مليون فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود وهذا يعني أن نصف شعب غزة بين قتيل ومفقود ومشرد وجريح والنصف الآخر لشعب غزة الآن في مخيمات الإيواء في رفح وللعلم بينهم جرحى ومرضى نظرا للظروف الجوية القاسية والظروف المعشية الصعبة في ظل القتل والقصف المستمر والحصار والتجويع والدمار الذي يتعرضون له حيث تم تدمير المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات والبنية التحدية للقطاع وما زالت تغيان مستمرا وما زالت حرب الإبادة مستمرة وللأسف الشديد أن كل هذه الإبادة من أجل إقامة وتنقومي لليهود في فلسطين على أشلاء الفلسطينيين من أجل إقامة دولتهم الكبرى من النيل إلى الترات ومن الخليج إلى المحيط على أشلاء العرب والمسلمين هذا إنظار خطير وكارثي يشاهده العالم كله لأنه خطر كارثي على كل العرب والمسلمين وخطر كارثي على العالم أجمع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوضنا الأمر كله لله وحسبنا الله ونعم الوكيل وأستغفر الله العظيم